في البداية أود أن نذكركم بذكر الله لا إله إلا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحابه لنبدأ مرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم سفينة تكنولوجيا في هذا الفيديو نستكشف أنواع قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية ونتعمق في الفرق فيما بينها من حيث الأداء والغرض من استخدامها ونناقش آلية الاستعلام وحفظ البيانات في تلك الأنواع المختلفة من قواعد البيانات انضم إلينا لمعرفة التفاصيل قواعد البيانات الغرض منها هو جمع البيانات وحفظها بشكل منظم في قاعدة بيانات وذلك ليسهل عملية البحث والفرز لتلك البيانات عند الحديث عن قواعد البيانات يجب تحديد الغرض من استخدام قاعدة البيانات فقد يكون الغرض منها هو إنشاء قاعدة بيانات موظفين في مؤسسة أو بيانات عملاء في بنك أو مكتبة تحتوي على مجموعة من الفيديوهات أو المستندات أو الصور ونحوه هنا يظهر الفرق بين قواعد البيانات فقاعدة البيانات المستخدمة للموظفين أو البنوك تختلف تماماً عن قاعدة البيانات المستخدمة كمكتبة للفيديوهات أو المستندات أو الصور ونحوه مع ظهور خدمة الإنترنت ظهرت صفحات الإنترنت ويب 1.0 في الفترة 1989 إلى عام 2004 والتي كانت صفحات للقراءة فقط فهي عبارة عن صفحات جامدة يليها ظهرت نسخة الويب 2.0 عام 2004 والتي تعمل بتفاعلها مع المستخدمين عبر الوسائط المتعددة صفحات التواصل الاجتماعي والألعاب عبر الإنترنت وغيرها ومن ثم ظهرت الحاجة لقواعد بيانات غير علائقية في تطبيقات البيانات الكبيرة على الويب لذلك فإن قواعد البيانات تنقسم إلى نوعين النوع الأول قواعد البيانات العلائقية Relational Databases وهي النوع المستخدم لإنشاء قواعدة بيانات الموظفين أو عملاء البنك ونحوه وبنيت هذا النوع من قواعد البيانات تتكون من جداول وأعمدة وأسطر ويتم إنشاء علاقات بين الجداول للحصول على البيانات عند الاستعلام وأشهر قواعد البيانات في هذا المجال هو Oracle, Microsoft SQL, MySQL, PostgreSQL وتتميز قواعد البيانات العلائقية بما يلي 1. Schema وتحدد شكل بنية قاعدة البيانات فإذا كانت البيانات المطلوبة معقدة ودقيقة بحيث لا تحتوي على قيم فارغة في الحقول الإجبارية مثل رقم الموظف، رقم الإدارة، الراتب وغيرها من القيامة الهامة في قاعدة البيانات كما أن السكيمة ذات بنية ثابتة أي غالبا لأن يتم تغيير في بنيتها بالإضافة والحذف في المستقبل 2. ACID وهي القيود التي تحكم هذا النوع من قواعد البيانات فحرف A Atomicity وتعني أن العمليات على قواعد البيانات إما أنها تمت بشكل كامل أو أنها لم تتم على سبيل المثال عند عمليات سحب مبلغ من الصراف الآلي يتم خصم المبلغ من الحساب وإخراج المبلغ من الصراف الآلي وهنا تسجل العملية أنها صحيحة أما إذا تم خصم المبلغ من الحساب دون خروج المبلغ من الصراف الآلي فإن هذا النوع من قواعد البيانات يقوم بتسجيل العملية أنها غير صحيحة لأنها خالفت القواعد ليتم إعادة المبلغ لحساب العميل الحرف الثاني C Consistency وتعني هنا تطابق البيانات فمثلا عند قيام اثنين أو أكثر من المستخدمين بعمل استعلام عن حساب عميل معين في نفس الوقت فإن نتيجة الاستعلام لجميع المستخدمين يجب أن تكون متطابقة الحرف الثالث I Isolation وتعني فصل أنواع العمليات المختلفة فمثلا إذا قام أحد المستخدمين بقراءة حساب معين وفي نفس الوقت كان هناك مستخدم آخر يقوم بتحديث ذلك الحساب فإن قاعدة البيانات تفصل بين هاتين العمليتين فإذا كانت عملية الاستعلام للحساب تسبق عملية التحديث فإن نتيجة الاستعلام تكون بالقيمة القديمة أما إذا كان الاستعلام بعد التحديث تكون نتيجة بالقيمة المحدثة الحرف الرابع D Durability وتعني أن قاعدة البيانات تقوم بالتشييك أن جميع عمليات الإضافة والتعديل تمت بشكل سليم ومن ثم تم حفظها في قاعدة البيانات ولكل ما سبق يعتبر هذا النوع من قاعدة البيانات هو الأنسب للشركات والبنوك والمؤسسات ونحوه سنستعرض هنا مثالا بسيطا جدا لقاعدة بيانات شركة لتوضيح فكرة العلاقات بين الجداول وتحتوي قاعدة البيانات هذه على ثلاثة جداول هي جدول الموظفين والذي يحتوي على رقم الموظف وهو مفتاح الرئيسي لهذا الجدول Primary Key الاسم رقم التحويل رقم الإدارة وهو مفتاح خارجي Foreigner Key والمفتاح الرئيسي هو عمود في الجدول يحتوي عادة على قيم فريدة غير مكررة ولا يحتوي على قيم فارغة أما المفتاح الخارجي Foreigner Key فهو عمود يشير إلى مفتاح رئيسي في جدول آخر لبناء العلاقات بين الجداول ومن الممكن أن يحتوي على قيم مكررة لاحظ أن كل جدول يحتوي على مفتاح رئيسي مثل رقم الموظف كما يحتوي كل عمود على نوع بيانات محدد سواء كان أحرف أو أرقام أو تاريخ ونحوه ويتم تحديد ذلك عند إنشاء العمود جدول الإدارات ويحتوي على رقم الإدارة واسم الإدارة جدول الحسابات ويحتوي على رقم الموظف الراتب الآن سننشئ علاقة بين هذه الجداول حيث أن جدول الموظفين يرتبط بجدول الإدارات برقم الإدارة ويرتبط أيضا مع جدول الحسابات برقم الموظف الآن نكتب استعلام بلغة SQL وهي لغة الاستعلام الأكثر انتشارا في معظم قواعد البيانات العلاقية المطلوب عرض رقم الموظف اسم الموظف الراتب واسم الإدارة التي يعمل بها وعند تنفيذ الاستعلام نحصل على النتيجة المطلوبة فهذا النوع من قواعد البيانات عند إنشاء الكثير من الجداول وإنشاء علاقات متعددة ومعقدة مع هذه الجداول بالإضافة إلى حجم البيانات الهائل يؤدي كل ذلك إلى بطء كبير في أداء قاعدة البيانات وبالتالي بين ذلك يتطلب المزيد من المصادر مثل زيادة عدد الأقراص الصلبة أو تغيير نوع الستوريج الخاص بتخزين قاعدة البيانات بنوع أكبر وأسرع مثلا إذا كان لديك جدوى يحتوي على 20 مليون سطر ثم ازداد حجم هذا الجدوى ليصبح 200 مليون سطر فذلك يتطلب أيضا زيادة الذاكرة المؤقتة رام لتكون قادرة على احتواء جميع الاستعلامات والبيانات في وقت أقل لنتقل الآن إلى النوع الثاني وهو قواعد البيانات الغير على إقياة Non-Relational Databases وتعرف أيضا NoSQL Database ولا تعني أنها لا تحتوي على SQL وإنما Not Only SQL أي ليس فقط SQL وإنما هي قاعدة بيانات متطورة غير تقليدية بالإضافة للSQL حيث ليس بالإمكان حذف SQL لأنه الأساس في الاستعلام والإضافة والحذف وغيرها من العمليات في قواعد البيانات وهذا النوع من قواعد البيانات يعتبر حديثا مقارنة بقواعد البيانات العلائقية التي لها أكثر من 40 سنة لذلك تجد الكثير من الدروس والمنتديات والخبراء فيها أما قواعد البيانات الغير علائقية فعدد الخبراء بها محدود وكذلك التقنيات والدروس المتعلقة بها أمثلة لاستخدامات قواعد البيانات الغير علائقية في الحياة العملية موقعي نتفليكس ويوتيوب وهما منصتان عملاقتان لعرض الأفلام ومقاطع الفيديو حيث تعمل قاعدة البيانات على حفظ كمية هائلة من البيانات بالإضافة إلى حسابات العملاء الصفحات التي تم زيارتها والمحتوى المفضل لكل مستخدم إلى آخره أيضا تستخدم قواعد البيانات الغير علائقية في أنواع مختلفة من صفحات الإنترنت سنقوم فيما يلي بشرح بعض من أنواع قواعد البيانات الغير علائقية وهي في هذا النوع من قواعد البيانات تكون السكيمة غير ثابتة أي متغيرة فكل قاعدة بيانات تحتوي على بنية مختلفة وأشهر قواعد البيانات من هذا النوع مونغو دي بي أمازون داينامو دي بي سكايلا دي بي ريدس كوش بيز أزور تيبل ستوريج انتر سيستمز آيرس وبسبب بنيت قاعدة البيانات فإن قاعدة البيانات كي فاليو سريعة جدا في الوصول للبيانات وسريعة أيضا في الاستعلام ويمكن أن تمثل موقع ويب للتجارة الإلكترونية أو متجر لقيمة رئيسية عبر الإنترنت بإمكانه استقبال مليارات الطلبات في الثانية الواحدة لذلك فهو يستخدم في المتاجر الكبيرة لتلقي عدد حائل من الطلبات بوقت قياسي دون أي بطء في الأداء اثنان Document Database نستخدم هذا النوع من قواعد البيانات عندما لا نعرف بنية السكيما والتي هي بالعادة متغيرة في هذا النوع من قواعد البيانات وتحفظ البيانات على شكل مستندات بصيغة JSON أو BSON أو XML Document وتحتوي قاعدة البيانات على عنصرين الأول Collection ويمثل الجداول في قاعدة البيانات والثاني Document والذي يمثل الأسطر أو الوثيقة وتحتوي كل وثيقة Document على Key Value كمفتاح رئيسي يستخدم للاستدلال على تلك الوثيقة وتتميز Document Database بالقدرة على القراءة والكتابة لكميات هائلة من البيانات مثلاً إذا كان الموقع على الانترنت يحتوي على قاعدة بيانات للكتب ففي الجزء الخاص بالDocument هتم إدراج كافة التفاصيل عن الكتاب من حيث رقم الكتاب، اسم الكتاب، عدد النسخ، تصنيف الكتاب، السعر، الضريبة، إلى آخره هذه البيانات المدونة عن الكتاب بالإمكان تعديلها في أي وقت وعند الاستعلام عن الكتاب تحصل على جميع تلك المعلومات عن الكتاب دون الحاجة لإنشاء مجموعة جداول وإنشاء علاقات فيما بينها فهذا النوع من قواعد البيانات يقلل التعقيدات في قواعد البيانات ويرسل جميع المعلومات باستعلام واحد ومن عيوب هذا النوع من قواعد البيانات أن البيانات المحفوظة يمكن أن تحتوي على قيم فارغة وعند إجراء تعديلات في البيانات المحفوظة لا يمكن التأكيد أن التعديلات قد تم حفظها بصورة صحيحة كما في قواعد البيانات العلائقية ومن أمثلة قواعد البيانات Document Database MongoDB Cosmos DB Rango DB ولفهم قاعدة بيانات الأعمدة لنفترض أن لدينا جدول مكون من ثلاثة أعمدة هي رقم الموظف الاسم الراتب عادة يتم حفظ البيانات على شكل صفوف بحيث يحتوي الصف على رقم الموظف والاسم والراتب أما قاعدة بيانات الأعمدة فتقوم بحفظ بيانات كل عمود بشكل مستقل وميزة قاعدة بيانات الأعمدة أنها تستطيع الجمع التحليل للبيانات بشكل سريع فمثلاً إذا أردنا جمع الرواتب نجدها في عمود واحد مستقل وإذا أردنا معرفة الموظفين الذين تبدأ أسماءهم بالحرف A فإن ذلك استغرق وقتاً أقل بكثير من جميع قواعد البيانات لذلك فقاعدة بيانات الأعمدة تستخدم غالباً عندما تكون هناك حاجة إلى تحليل البيانات بسرعة عالية أو التعامل مع الاستعلامات المعقدة مثال آخر لاستخدامات كوليوم داتابيز لتوضيح الفكرة أكثر برامج العناية الصحية حيث أصبحت الأجهزة الذكية من هواتف وساعات وغيرها تقوم بتسجيل حالات الملايين من المرضى طوال اليوم وإرسالها كل عشر أو عشرون ثانية حسب الإعدادات في نفس اللحظة إلى المستشفى الذي يتابع حالة المريض فقاعدة البيانات هنا تستقبل وتحفظ وترسل التنبيهات عن حالات الملايين من المرضى بثواني معدودة أمثلة لقواعد البيانات كوليوم داتابيز جوجل بيك تابل كسندرا إتش بايز وهايبر تابل أربعة غراف داتابيز قاعدة بيانات الرسمة البيانية نو اسكويل وتعرف أيضا RDF ترابل ستور وهي قادرة على دمج البيانات غير المتجانسة من العديد من المصادر وإنشاء روابط بين مجموعات البيانات ولديها إمكانيات قوية في التحليلات التي تركز على العلاقات بالإضافة إلى ذلك تدعم القدرة على التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة ولتوضيح الفكرة لنفترض أن هناك شخصا يعمل في مؤسسة لديه مجموعة من الزملاء يتشاركون معه الكثير من اهتماماته فمثلا في الإجازة يفضلون الذهاب إلى المناطق الساحلية عوضا عن المناطق الجبلية مثلا أيضا فهم لديهم نفس الاهتمام بمشاهدة أفلام الأكشن ومقاطع الفيديو الترفيهية أو التعليمية في مجال تخصصهم وأخيرا يفضلون نوعية معينة من ماركات الملابس والتي توجد أنواع مختلفة منها على الإنترنت ويشاركون أصدقائهم الآخرون الكثير من الاهتمامات والآراء على الفيسبوك إذن كيف تستفيد قاعدة البيانات الرسومية من هذه المعلومات ستلاحظ أن هذا الشخص عند دخوله اليوتيوب تكون مقترحات الفيديو تناسب اهتماماته من حيث الترفيه أو التعليم أيضا عند تصفحه الإنترنت تظهر إعلانات ملابس أو أفلام أو مناطق سياحية تناسب دوقه أما الفيسبوك فينبهه بتعليقات أصدقائه ويعرض له مقترحات للمناطق السياحية الساحلية وليس المناطق الجبلية مثلا والملابس المناسبة وغير ذلك هكذا تعمل قواعد البيانات الرسومية بجمع وتحليل كميات هائلة من المعلومات لملائين من الأشخاص في الثانية الواحدة بحيث تستطيع تمييز كل عميل على حدة حسب احتياجاته فقاعدة البيانات الرسومية بالإمكان استخدامها في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي أو المتاجر العملاقة على الإنترنت والتي تحتوي على ملايين المنتجات حيث تتم عمليات الشراء في نفس الوقت تقريبا ولديها القدرة على تحليل عمليات الشراء واكتشاف عمليات الاحتيال أثناء الشراء ومنعها نراكم في فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة